طبق الحلول اليوم بدنا اتنين كوب بسكوت مطحون نصف اصبع زبدة ربع معلقة صغيرة من القرفة معلقتين اكبار من القشطة صح كمان بدنا للتغطية بدنا ست حبات جبنة مكعبات كريمية وعلبة قشطة وعلبة حليب مكثف محلة ومعلقتين اكبار من زبدة الفول السوداني صحيح كمان للتقديم بدنا قطع تمر لوز مقشر وجوز قلب صحيح طيب هلأ احنا هون حطينا اللي هي البسكوت المطحون فيك تخلطي معاه كمان شوفان حطينا ارفة ومعلقة اشطة بس هيك بدي اخليه رطب شوي هون شوفي كيف زي هيك وبعدين بعدها حطيت زبدة المدابة بالاضافة لوجود الارفة المطحونة وهذا عشان هلأ بالتلاجر حيصير معاي في بالقاعدة عبارة عن اطعة ماسكة وكأنها اطعت كيك تمام هاي هي الخلطة وحطيت الارفة كي تستبدليها بالهيل المطحونة رحتها الارفة مع البسكوت اشي خرافي هلأ رح نعمل الخلطة الكريمية اللي حكي لنا ياه ابراهيم اللي هي رح تكون عبارة عن علبة حليب مكثف محلى وزبدة الفول السوداني معلقتين ثلاثة براحتك رح نحط علبة عشطة حديد إذا كانت زي علبة العصير حطي بكتين تمام حطيت الارفة بدهم هالبصير بروح معهم بعدين رح احط ثلاثة معالي اكبر من بيناتس بتر او زبدة الفول السوداني رح نخفؤهم كلهم مع بعض ونعمل الطبقة طمعك براهيم شوف شو كانت الكيكة اللي أنا ما بنساها عملت فيها انتي بالنكة زعفران زعفران انت وكمان شاهد الله يسهل عليها هذيك الزعفران كيكة الزعفران كانت لا يعلى عليها شي كتير زاكي كمان ومعروفة بالخليج كتير اه بجدا زاكي لما حبين الزعفران يعني رح يرجعوا واخدوا الوصفة موجودة على يكيوب وجربوا وصفة سقيناها يعني بكريمة زعفران وحليب واشطة اشي اشي رهيب هون رح نضغط احنا هاي القاعدة بتحطيها بقالب تشيز كيك إذا بدك تطلعيها قالب لضيوفك لأهل بيتك او في البايركس او اذا بتحبي بتعمليها بصحون كل واحد بياخد صحنه بياخد حسطه زي ما بدكم نعم معنا الاتصال شيف من نها نها صباح الخير نها صباح الخير كيف حالك؟ والله تمام مبسوطين او سعيدين اسمعنا صوتك الله يخليك يا رب بدي اسأل شيف او لابسنا افضلي صباحك ورد تفضلي كيف الله يعطيك العافة حبيبتي عافي عمرك قولي امر بصواتي نعم هناك 18 و 21 و انا هاي ميزانيتي 18 و 21 ايش؟ سعرها اه أه قولي انا هاي ميزانيتي انا هاي ميزانيتي هنكوني كويسة طيب هلا من جاوبك حاضر حبيبتي اهلا وسهلا هلأ إحنا في عنا خلاط كيك بـ 15 دينار وفي عنا خلاط كيك المضرب أو الويسك في عنا مضرب بوصل بعض البرندات تقريباً 150 دينار مع قطعه تمام؟ هلأ بالأول وبالآخر إحنا في عالم الأجهزة الكهربائية لما أنا بصير إلي اسم بالسوق بصير أنا أبيعك برند يعني في ألاية هوائية 50 دينار وفي عندك الإيرفراير أو الألاية الهوائية بتوصل تقريباً ما يقارب 500 إلى 600 دينار وموجود هلأ الفئة أو خليني أحكي لك الإختلاف ليش هيحقها 30 وهايحقها 70 أولاً في عندك إيطالي في عندك صيني في عندك أوروبي في عندك تجميع تركي إذن البلد المورد للأردن حسب كل واحد إليه إكولتي زائد السعة والوط في عندك 2000 وط في عندك 1500 في عندك 1700 زائد السعة في عندك ألاية بتاخد جاشتين بتحمرهم وفي عندك ألاية ما بتاخد غير كمشة بطاطا فهي السعة تبع الجرن للألاية كمان مهم والأهم من كل هاي الأمور اللي هي مدة الطهي يعني عندك أما 70-80 خليني أحكي تقريباً بتاخد لتحمير الوينغز إذا بدي أحمرهم تحمير ربع ساعة لتل ساعة أو صحن بطاطا بينما في عندك الأغلى شوي تقريباً لأنها أجود شوي وعندها فيها مميزات أكتر تقريباً خلال 4 إلى 5 دقايق بتكون الوينغز جاهزة فهي هاي مدة الطهي اللي بتختلف زائد الحفاظ على جودة الطعام في عندك ألايات هواية بتنشف الأكل بصير الأكل مجلد بحط قطعة بيرجر بتطلع مجلدة تغير طعم الأكل ولا دي ما بيأكلوها فهي هاي الفرق ولكن الألايات هي عبارة عن جهاز كهربائي يعمل على مبدأ تسخين هوا سخن مشان هيك أنا غششتك قلتلك السر حط شوية مي المي بتسخن بصير في عملية ستيم بتستوي حبة الكوبة من جوة حبة السنبوسة بعدين افتح الجرار رشيها رشة زيت وبتتحمر وهيك بيطلع معاك زاكي وتمام التمام البرامج كلها واحدة ولكن هي السرعة والوطية اللي بتختلف رح نضرب الخلطة اللي عملناها يلا سريع سريع سؤال سؤال من سؤال من والدتي صراحة والدت عم تبعت لك انخار احنا بالشغل يا براهيب سأحكي لك إيش أحسن ورق زبدة مبارح استعملت للأيرفراير ورق زبدة ولعن خرق مظبوط صح ما نشكرها على السؤال وابدي أصبح عليها وأبارك لك وهنيك بها الشاب الحلو ورق زبدة فعلا في منه أنواع بي الأسواق هلأ موجود بالأسواق اللي هو فيه المدور لصواني البيتزا وصواني المعجنات وفيه المستطيل المقصوص خصوصي للصواني وحكيت لك العشر ورقات بدينار أو أكتر حتى عشر ورقات بدينار وفيه للأيرفراير هلأ مدور تمام وفيه منه مربع وفيه ثقوب هاي الثقوب عشان تخلي يعني ما صارت تهيعبت عشان تخلي المي اللي احنا غشينا وحطيناها تحت تطلع بخارها على الأكل فهي هاي أنواعها يفضل استخدام أنواع الفرنسي في عندك تركي بالسوق فيه أنواع فعلا هي بتنحرق مظبوط وبطلع ريحة بحاول أصور لكم يا علي ستوري ضلوا تابعوا ستوري لانستجرام بحاول لأن قدر المستطاع نخلي يوم جديد هو فعلا قلبا وقالبا مع المشاهد مش مجرد مادة عم نعرضها ونروح لا أبدا مش مكونات بس حتى شو الأدوات الصحة رح نجيب هلا اللي جهزناها طبعا الخلطة احنا بننزلها براهين قد قعدت من التلاجع الله وكيلك الساعة سبعة كانت هاي جاهزة والله حس الطبق كتير بارد يا سلام هو كل ما كانت باردة تتقطع معا بس ما ما في مجال إنها تجمد تصير لا بتصير قطعة بتصير قطعة فيك تحط اللي هي المكسرات اللي بدكي اياها أنا حطت شوية لوز مأشور مثلا بتنزل عليها الخلطة اللي هلا خلطناها فيكي تقليلي من كثافتها أو حلاوتها بشوية فرش كريم أو حليب زي ما بدك بلوز مأشور حطينا كمان شوية قطعة تمر شوية لوز بيكان يلا يا حسن يلا ناخد الاتصال حسن حسن صباح الخير صباح النور كيف حالك كيف الحال تمام الحمد لله إحنا بخير أنت كيفك الله يساعدك حسن تفضل هاي شوف معك والله صباح الخير شوف يا صباح الورد ولياسمين أهلا بالناس الطيبة هلا يا حسن الله يساعدك والله أحب أتصبح عليك على اليوم الجميل الله يساعدك يا حسن وعلى التلفزيون الأردني والله يخليك من وين عم تحكينا يا حسن والله من خلدة الله يا سلام يعني شوية قريب منش كتير والله أنا والحجي قاعد نحضر وتخليل أتصبح فيك وأتصبح عليكم الحج ولا الحجة الحج إن شاء الله بيضللك الحج يا رب وتضلوا لبعض وشكرا على اتصالك يا حسن أكيد فيكم بنكبر إحنا أهلا وسهلا وصباحك سعيد حطينا البسكوت وفوقه خلطة الكريمة اللي خلطناها اللي اللي وزيدي بالسكر زي ما بدك تكيش تحب تحط علبة حليب مكثف محلة خد النص والنص الثاني كم ليه بإشطة يعني الأمور بين إيديك فقط خد الفكرة حتى أنا على وجه شوية مكسرات جوز قلب جوز بيكان بالإضافة للوز المأشور وطع من التمر نعم يعني شيف أبدعت اليوم شكرا طبع فطرتك هيني هل أبدعت كيلي أنا أحكي لخالت أم إبراهيم إنه أنا فطرت لك إبراهيم إذا أجعل فطرت أجنح الدجاج يعني شوية وينكس فطرت شيف كل شيء يحدث مرات فطرنا كبد مرات أطحال أي شيء يحدث ما فيش مجال يعني ما منقدر نقاوم شكرا إليك شيف يطيك ألف عافية إحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم وشكرا لمتابعتكم يعطيكم ألف عافية مشوفكم أكيد بحلقة قادمة في أمان الله والشيف تفضلي الهوى معك حبيبي الشاحب إبراهيم الله يعطيك الصحة والعافية وطلطة العمور إحنا منحب اللي بيحب أطمم منحب اللي بيحب الأكل وبيوم جديد منكون مبسوطين كثير لما بتجينا إتصالات تطلب وصفات أو بتنوه أو حتى بتنتقد كمان نقد بناء بالأول و بالآخر الفقرة لكم معكم وإحنا موجودين لحتى نكون معاكم أنا وكل الزملاء أكيد بنحاول قدر مستعن شارككم هاللحظات ممكن تكون ابتسامتنا شوي تقيل عليكم ممكن تكون حلوة ولكن بالأول و بالآخر إحنا على الشاشة متل تحت الهوى معكم بكل الأوقات وإنتوا راس المال إن شاء الله إبراهيم بدنا نوديهم على أمل اللقاء فيهم غدا إن شاء الله بكرة شكله راح يكون فيه عجين شارك تطحيني مبارح بقى السلام هيك جعبا لأسوي شوية تطحين زمان ما سوينا طحنات ديروالكم مع حالكم نشوفكم بكرة إلى اللقاء مع السلام باي باي